أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذه الآيات أيها الإخوة متممة لأصناف الخلق الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة الكريمة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أولاً عباده المؤمنين المفلحين في أربع آيات ثم ثنى بعد ذلك بالكافرين في آيتين وتأتي هذه الآيات في وصف الكافر المنافقين وبيان حالهم وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن في ثلاث عشرة آية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة أمرهم وسوء حالهم وقبل أن نبدأ الكلام عليهم نعود إلى الدرس الأول الذي ذكرنا فيه أوصاف المؤمنين المفلحين فإن من أوصافهم مما لم نذكره أنهم يؤمنون بالغيب هذه ضميمة قبل أن نبدأ في درسنا وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى ووصفهم بهذا الوصف أنهم يؤمنون بالغيب وهذه من صفات المؤمنين الصادقين الإيمان بالغيب وهذا هو المحك الذي يتبين به المؤمن من غير المؤمن غير المؤمن لا يؤمن إلا بما يراه أمامه أما ما غاب عن شاهده فإنه لا يؤمن به لكن المؤمنين يؤمنون بما أنزل إليهم من ربهم مما يرونه ومما قصه الله سبحانه وتعالى عليهم يؤمنون بالغيب والغيب هو الأمر المستور عن الإنسان الذي لا يعلمه ومن الغيب الوصف الكامل للجنة ووصف ما يجري في القبور ووصف ما يجري في البعث والنشور في كثير من تفصيلاته مما لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد تفصيله في كتاب الله هناك أمور كثيرة لكن عباد الله المؤمنين الصادقين يؤمنون بها لأنها جاءت من عند الله يعلمون أن الغيب لله سبحانه وتعالى وأن ما ذكر لهم من أمور هذا الغيب أنه واجب الإيمان به فلا يشككون فيه ما دام أن مصدره مصدر صحيح جاءهم في كتاب الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الله تبارك وتعالى لهم وصفين آخرين الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وهذه من أركان الإيمان عندنا من أركان الإيمان الستة الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل أي كتب الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم هذه كلها ما ذكر وما لم يذكر هذه كلها كتب لا بد من الإيمان بها أنزلها الله سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة الإيمان بالرسل لأنهم هم الذين جاءوا بهذه الكتب والإيمان بهذه الكتب وبالرسل الذين جاءوا بها لا يستلزم الإيمان بهذه النسخ المحرفة الموجود الآن ما هو موجود عند اليهود وما هو موجود عند النصارى محرف باطل في أكثره محرف باطل في أكثره وهم دأبوا على التحريف ودأبوا على الكذب ودأبوا على التغيير وهذا أمر أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فالمؤمنون الصادقون يؤمنون بأن هذه الكتب نزلت من عند الله ولكن ليس كل ما في هذه الكتب الموجود الآن هو مما نزل من عند الله بل دخل فيها تحريف وتغيير وتبديل وافتراء على الله سبحانه وتعالى كذلك الإيمان بالرسل لأنهم هم الذين جاءوا بهذه الكتب ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في آيتين أوصاف الكفار وجاء هنا وصف المنافقين في هذه الآيات الثلاث عشرة ولعلكم تلحظون أن طول هذه الآيات وكثرة هذه الأوصاف دليل على خطورة هذا الأمر وأنه لا بد أن يتنبه المسلمون له النفاق والمنافقون أعظم ما يبتلى به الإسلام وأهله وقد ابتلي به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله ابتلي بالنفاق وبالمنافقين وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآيات لها سبب نزول أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ومن معه وهذه الآيات أيها الإخوة وأمثالها كثيرة في القرآن المدني لا تكاد تخلو سورة في أغلب سور القرآن المدني ذكر المنافقين وبيان حالهم والإشارة إلى سوء أفعالهم وتحذير المؤمنين منهم بل إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل فيهم سورة خاصة في كتاب الله الكريم وهي السورة المعروفة بسورة المنافقون فضحت حالهم وبينت أمرهم بينت أمرهم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله بشأنهم وهم دأبوا على الإفساد ودأبوا على كره الإسلام وبغضه وبغض رسوله عليه الصلاة والسلام ولكن الله فضحهم وهتك سترهم هؤلاء المنافقون أيها الإخوة النفاق الذي ذكر هنا هو النفاق الأكبر كما يسميه العلماء هذا النفاق الأكبر هو ما يسمى بالنفاق العقدي نفاق العقيدة وهو يعني إظهار الإيمان وإبطان الكفر ليسوا بمؤمنين ما هم بمؤمنين حتى وإن أظهروا بعض شعائر الإسلام وحتى وإن قالوا ببعض الأقاويل التي تتفق مع ما يقوله المسلمون إلا أنهم في حقيقتهم لا يؤمنون بهذا الكلام ويسعون إلى الإفساد ويسعون إلى نقض الإسلام ونقض عراء ويفرحون لذلك فرحهم أن يهزم المسلمون فرحهم أن تنتقض عراء الإسلام والله سبحانه وتعالى قص علينا ذلك وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بشأنهم ومع ذلك فلم يبينهم الله سبحانه وتعالى بأسمائهم وأوصافهم في هذه الآيات بأسمائهم ولكنه أشار إلى حالهم وكما يقول الله تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيمهم ولتعرفنهم في لحن القول يعني يتبين حالهم من تصرفاتهم من تصرفاتهم ليسوا بمؤمنين والمنافقون الصنف من أصناف الكفار فيها عندنا من الكفار المشركون وعندنا اليهود والنصارى هؤلاء كفار وعندنا هؤلاء الذين يسمون بالمنافقين كلهم كفار لكن المنافقين أشدوا خطراً على المسلمين من أي نوع من أنواع الكفار هؤلاء لماذا؟ لأنهم يتسترون وقد تخفى على المسلمين مضرتهم وقد يخفى على المسلمين حالهم فربما تضرر المسلمون لأنهم يسلمون قيادة لأمثال هؤلاء أو لأنهم يثقون بهم أو لأنهم يعطونهم بعض أسرارهم فيكشفونها لأعدائهم لكنهم في حقيقتهم لا يؤمنون غير مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ولذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى بأشد أنواع العذاب ماذا قال الله تبارك وتعالى في شأنهم؟ قال تبارك وتعالى إن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً يعني عذاب المنافقين أشد أنواع العذاب للكافرين والمشركين أشد أنواع العذاب هو عذاب المنافقين لماذا؟ لأن فعلهم أشنع أنواع الكفر وأشنع أنواع الضلالة وأشنع أنواع الإساءة والإضرار بالإسلام وبأهله أما الكفار هم واضحون معروفون لا يمارون ولا يداهنون في أمورهم كفرهم صريح واضح وكذلك المشركون لكن هؤلاء اجتمع فيهم الكفر والشرك والنفاق النفاق هذا الذي هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن لكن هؤلاء يظهرون الإيمان ويخفون الكفر هؤلاء كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلون معه أحياناً ويخرجون معه للغزو والجهاد ولكن خروجهم كان بقصد هزيمة المسلمين والإضرار بهم كانوا يخرجون معهم ثم ينسحبون حتى يخذلوا جيش المسلمين وينشرون الأقاويل التي تشكك في الدين وفي أهله وفي الإسلام وفي المسلمين ويتحينون الفرصة للإيقاع بالمسلمين أو كما يقال للتآمر مع أعداء الإسلام كما حصل منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق وفي غيرها كانوا يتآمرون على المسلمين ويكشفون حال المسلمين لغيرهم من أعدائهم فلذلك الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين منهم حيث قال تبارك وتعالى مؤجها الخطاب لرسوله عليه الصلاة والسلام ماذا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في سورة المنافقون قال هم العدو فاحذرهم هم العدو العدو الحقيقي هؤلاء هم المنافقون هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يوفقون يحلفون على الكذب ويتظاهرون بما لا يبطنون ما في دواخلهم غير ما يظهر على أحوالهم هؤلاء شر البرية يجب أن يحذر المسلمون منهم ولهذا أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بين أسماء المنافقين الموجودين في المدينة في ذلك الوقت وأعطى هذه الأسماء للصحابي الجليل حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يسمى عند المسلمين بصاحب السر يلقب بصاحب السر ما هو السر الذي عند حذيفة؟ لماذا سمي بهذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسر إليه بأسماء المنافقين لماذا لم يعطي هذه الأسماء للمسلمين؟ لماذا لم يعطيها لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي؟ لماذا حدثا على وحدة الصف الإسلامي حتى لا يكثر القيل والقال هذا منافق هذا مسلم هذا فيه كذا لكن حتى يأمن المسلمون خطرهم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بأسمائهم حتى لا يولى أحد منهم منصبا معينة فلا يكون أميرا للمؤمنين ولا يكون قائدا لجيش من جيوش المسلمين ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يولي رجلاً ماذا يصنع؟ وهذا من فهمه رضي الله تعالى عنه ماذا كان يصنع؟ قبل أن يتخذ القرار بتوليته كان يسأل حذيفة عنه يسأل حذيفة فإذا وافق عليه حذيفة يعني هذا أنه ليس من المنافقين بل إن عمر رضي الله تعالى عنه من خشيته على نفسه عمر مع سابقته في الإسلام وكونه من المسلمين الأوائل ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته التي لا تنكر كان يخشى على نفسه من نفاق ولذلك سأل حذيفة قال أنشدك الله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ هؤلاء الناس الذين وصلوا إلى حال من الإيمان والتقوى ونور اليقين أنهم ما كانوا يركنون إلى أعمالهم ولا يغترون بأحوالهم كانوا يخشون على أنفسهم من أن تحبط أعمالهم فيقول أنشدك الله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال لا أنت لست منهم هذا يعني فيه تطمين له رضي الله تعالى عنه هؤلاء المنافقون أمرهم خطير جدا أيها الإخوة لأن هؤلاء يخذلون يخذلون المسلمين يشككونهم في دينهم يظاهرون أعداءهم عليهم يكشفون عورات المسلمين التي يعرفونها لأعدائهم أماكن تواجد المسلمين أماكن قوتهم أماكن ضعفهم يكشفونها لأعدائهم وهذا دليل على أنهم يبغضون الإسلام ويبغضون أهله ووجد في عهد بعض الدول الإسلامية فيما مضى في عهد الدولة العباسية وغيرها أناس سلكوا هذا المسلك يسمون بالزنادقة الزنادقة هؤلاء فئة يتظاهرون بالإسلام والدفاع عن الإسلام وتعلم العلوم الشرعية وكذا لكنهم في دواخلهم يحرصون على هدم الإسلام ونقضي عرى الدين فهؤلاء موجودون في كل زمان وفي كل مكان هؤلاء المنافقون الذين هم من أحط وأخس وأرذل أنواع الكفار والذين هم أشدهم عذاباً كما ذكر الله تبارك وتعالى في النار هؤلاء المنافقون موجودون في كل مكان وقد وجدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينشر أمرهم بأسمائهم وأحوالهم للناس حرصاً على وحدة المجتمع المسلم وهذا فيه عبرة أيها الإخوة الآن ما يتصرف به بعض الناس وقد يكون تصرفهم هذا نابعاً من غيره أو من حسن نية أنهم يقولون هذا منافق هذا كذا من أين لهم هذا الكلام فالتسرع في هذا الأمر هذا لا ينبغي أن يكون بحال من الأحوال نحن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر فالنفاق الأكبر هذا نفاق العقيدة هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر لكن سمات هؤلاء تظهر عليهم مظاهرة الأعداء بغض المسلمين السعي في نقض عرى الإسلام التشكيك في أدلته التشكيك في مبادئه في أخلاقه في علماء هذه هي سمات المنافقين لأنهم يسعون بذلك إلى هدم الإسلام إلى هدم هذا الدين هؤلاء المنافقون وفي حالهم هم لا يحبون الخير ولا الإسلام ولا العمل بأركان الإسلام حتى إذا صلوا مع المسلمين فهي صلاة متكلفة صلاة متكلفة كما قال الله تبارك وتعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا حصلت لهم فرصة في أن لا يصلوا فعلوا فعلوا لكن أمام الناس حتى لا ينكشف حالهم أمامهم هناك نوع آخر ذكره العلماء من النفاق أخذا مما بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام النفاق الأصغر النفاق الأصغر هذا الذي يسميه للعلماء النفاق العملي نفاق العملي ما معناه يعني النفاق الذي يتعلق بعمل الإنسان وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاف أصحاب النفاق الأصغر آية المنافق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام علامته يعني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر قال الحديث عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا إذا اجتمعت فيه أربع خصال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان وإذا عاهد غدر هذه الأربع الصفات هذه لا تجتمع في إنشاء إلا في شقي والعياذ بالله إلا في شقي فإذا هذا النفاق الأصغر قال ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى يدعها يعني هذه خصال النفاق الأكبر لا يعني تسمية هذا النفاق هذا النوع بالنفاق الأصغر التهوين من شأنه بل كل ما ذكر في أوصاف أصحابه هو من الأمور العظيمة المحرمة في الإسلام المجرمة التي تتنافى وتتجافى مع تعاليم الإسلام ومع أخلاقه ومع مبادئه ولذلك الذي يصر على هذه الأخلاق يخشى عليه من ماذا؟ يخشى عليه أن يصبح من أهل النفاق الأكبر لأنه يستسهل بعد ذلك إذا استمرأ هذه الأمور استسهل بعد ذلك الوقوع نقض عرى الإسلام مظاهرة أعداء الإسلام كما هو معروف في بعض الأحوال الذين يتجسسون على المسلمين لصالح أعداء الإسلام وأهلي وبينون عوراتهم هؤلاء منافقون فهؤلاء أصحاب النفاق الأصغر إذا استمروا على ما هم عليه قد يقودهم ذلك والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى النفاق الأكبر والعلماء يقولون الإسرار على الصغيرة ماذا يصنع؟ يجعلها كبيرة الإسرار على الصغائر يجعلها من الكبائر إنسان الذنب الصغيرة هو ما لم يتوعد عليه بالنار ولا بالعذاب من الذنوب الصغيرة التي تكفرها الأعمال الصالحة والاستغفار لكن الإسرار عليها يعني والاستمرار ومداومتها هذا يجعلها من الكبائر فهؤلاء أصحاب النفاق الأصغر يخشى عليهم إذا استمروا إذا ما استمروا على هذا الحال أن يصبحوا من أهل النفاق الأكبر والعياذ بالله لأن إسرارهم على هذه الأخلاق يسهل عليهم تقبل ما وراءها من الأمور التي تهدم الدين والتي تسيء إلى المسلمين هؤلاء لهم أحوال كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها الله سبحانه وتعالى ذكر بعضا منها هنا في هذه الآيات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لأنهم يقولون بألثنتهم ما ليس في قلوبهم قال يخادعون الله والذين آمنوا يظنون أنهم بهذا يخدعون الله يخدعون المؤمنين يلبسون عليهم الحقيقة قال ولا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعروا إضرارهم بأنفسهم الخديعة هذه عليهم سينكشف حالهم وسيحاسبهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم هذا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون لأن هذا التظاهر هذا بالأعمال الصالحة وبالانضواء تحت لواء المسلمين هذا كذب منهم فالله سبحانه وتعالى يجازيهم بفضح أمرهم هم قلوبهم مريضة مريضة بماذا؟ ليس مرضا عضويا ولئنما هذا مرض النفاق وبإصرارهم على هذه الأعمال يزداد مرضهم يزداد مرض قلوبهم والعياذ بالله هذا مرض القلوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم منه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هم يظنون أنهم بهذا ويتظاهرون أنهم من المصلحين هم ليسوا كذلك ألا إنهم هم المفسدون هذا كلام ربنا ولكن لا يشعرون هم المفسدون على الحقيقة هم المفسدون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لماذا لم تؤمنوا كما آمن غيركم قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء هذه هي حقيقة حالهم يكرهون الإسلام ويرون أن هؤلاء المسلمين سفهاء أغرار هؤلاء قبلوا بالإسلام لأنهم سفهاء أغرار لا يعرفون الحقيقة نحن الذين يقولون نعرف الحقيقة فلا نقبل بهذا لكن هؤلاء لأنهم سفهاء وأغرار انطلت عليهم هذه الأقاويل وقبلوا بالإسلام الله سبحانه وتعالى يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وهذه هي مقولة الظالين الظالمين مع الأنبياء مع الأنبياء ها أنؤمن لك كما آمن السفهاء كانوا يقولون لأنبياء إلا هذه المقولة ها يعني يظنون أن اتباع هؤلاء الضعفاء للأنبياء أن هذا دليل على أن هذا الأمر لا خير فيه لأنه لم يتبع هذا النبي إلا الضعفاء والفقراء والمساكين كما كان ذلك في بداية الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام من اتبعه في بداية الأمر أكثر من اتبعه الضعفاء والأرقاء أتباع النبياء فهم لا يريدون أن يكونوا في صف هؤلاء أن يكونوا مع الضعفاء يريدون أن يكونوا مع الأكابر مع علية القوم وهم لا يقبلون بهذا يقولون أتباع الأنبياء هؤلاء السفهاء يقولون إن الدليل على عدم صحة هذا الأمر أن أتباعه هم هؤلاء الضعفاء وهؤلاء السفهاء ونحن نترفع عنهم كما قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا حتى لا ينكشف حالهم حتى يغطوا على سوآتهم قالوا آمنا نحن معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما أنهم مستهزئون إيماننا وإظهارنا لهذه الشعائر إنما هو من باب الاستهزاء وإلا فالحقيقة أننا لا نؤمن بهذا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملهم بمثل عملهم الجزاء من جنس العمل الله يستهزئ بهم يفضحهم يهتك ستره عنهم يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملهم يستمرون على هذا الضلال ثم لا يشعرون إلا وقد انتهت آجالهم وانقطعت آمالهم وقدموا على الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل الشنية أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الإنسان الذي يشتري يبيع ويشتري عادة إنما يبذل ما عنده من مال ونحوه ليأخذ شيئا يناسبه ليأخذ شيئا أحسن مما بذل لكن هؤلاء والعياذ بالله قدموا الأحسن ثمنا للأرذل قدموا الهداية جعلوها ثمنا للضلالة والعياذ بالله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الإنسان الذي يبيع الهداية ليشتري الضلالة والعياذ بالله هذا من الخاثرين بلا شك ولو كان هذا في أمر الدنيا لو رأيت هذا في أمر الدنيا إنسانا يبيع ويشتري على هذا النحو لحكمت عليه بالضلالة وبالسفة ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى في الآيات اللاحقة الثلاث الأخيرة هذه أحالهم مع هذا الاضطراب الذي يعيشونه وهذه الازدواجية لهم أوجه عديدة يلقون المؤمنين بوجه ثم يلقون أعوانهم وشياطينهم بوجه آخر يقول إن معكم إنما نحن مستهزئون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم ما غيرنا إنما نحن مستهزئون بالمسلمين نستهزئ بهم نغرهم نخدعهم ولكن الحقيقة أنهم إنما يخدعون أنفسهم قال الله سبحانه وتعالى ضرب لهم مثلا قال مثلهم كماذا الذي استوقد نعراء إنسان كان في البرية أو في الظلام أشعل نارا فاشتعلت النار فحصل من اشتعالها الضوء أضاءت فأصبح الإنسان الذي يشعل هذه النار والذي حولها يستبصر ما حوله من الطريق والجلاس والمضار والمنافع لكن لو أن هذه النار انطفأت فجأة في هذا الظلام الحالك ماذا يحصل قال مثلهم كمثل الذي استوقد نعراء فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون الآن الإنسان في الظلمة الحالكة الآن حتى في بيوتنا حتى في طرقاتنا الآن هذه التي تضاء بالكهرباء وبالإضاءات المتنوعة الإنسان في ظلام الليل يأنس بها لكن لو انطفأ هذا النور فجأة في شدة الظلام ماذا يرى لا يرى طريقه ولا يرى ما ينفعه ولا يرى ما يضره وقد يقع في مضره من حيث لا يشعر فالله سبحانه وتعالى قال فلما أضاءت ما حوله هذا الهدى وهذا النور الذي جاءهم الله سبحانه وتعالى به ويستره لهم على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فلم يستفيدوا منه أظلم عليهم ذهب الله بنورهم لإفسادهم وعدم صحة مسيرتهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم ينكى فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء مطر نازل والأمطار عادة يكون معها الرعد تكون معها العواصف تكون معها البروق والبرق إذا لمع وقت يعني نزول الأمطار والظلام الذي يحصل وقت اشتداد الأمطار واحتجاب الضوء نور البرق يضيء كلما أضاء لهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يخافون من انفتضاح أمرهم فلذلك هم حالهم كحال الذي يجلس تحت المطر يسمع بالصواعق والرعود هذه فهو يضع أصبعيه في أذنيه خشية من أن تصيبه هذه الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا حال المنافقين أيها الأخوة وذكر في عدد من السور كما أشرنا قبل قليل حالهم والتعريف بهم في سورة في سورة النساء في سورة البراءة في غيرها ذكرت أحوالهم وفي السورة التي سميت باسمهم الله سبحانه وتعالى عراهم وبين أحوالهم للمسلمين هؤلاء يجب أن يحذر منهم المسلمون في كل زمان ومكان وهم موجودون موجودون بين المسلمين يتتبعون عوراتهم ويسعون لإضرار بهم ويسعون لخدمة أعدائهم تقديم هذه لأنهم غير مقتنعين بهذا الدين وغير مؤمنين به والذي يرتكب بعضا من هذه الأفعال أفعال المنافقين الذين لا يؤمنون بالله هو منهم حتى وإن كان في ظاهره من المسلمين الذي لا يرتضي شرع الله سبحانه وتعالى الذي لا يرتضي شرع الله سبحانه وتعالى ويفضل غيره عليه فضل غيره عليه كان يرى مثلا أن الميراث آيات الميراث هذه وأحكام الميراث التي جاءت في الإسلام هذه كلها ظلم يقول وجور وغيرها أفضل منها وكذا هذا لا شك أنه يسلك سبيل هؤلاء بل إذا تجاوز هذا للسعي لنقض هذا كانت له وسيلة إن كان له من يعاونه في أن يسن قانونا يبطل به شرع الله سبحانه وتعالى في شرع الميراث أو ينقض عروة عروة من عرى الإسلام أن يستبيح الخمر مثلا يسن قانونا يستبيح به شرب الخمر المحرمة تحريما قطعيا في كتاب الله تبارك وتعالى أو الربا أو غيرها من الأمور التي يعني بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أحكامها وألزم المسلمين بها لا شك أن هذا إذا فعله عن يقين وقناعة أنه يسلك سبيل المنافقين هؤلاء سبيل المنافقين حتى ولو كانت نظرته جزئية يعني هو يؤمن باليوم الآخر وبالرسول وبالقرآن لكنه ينكر قضايا الميراث ينكر تحريم الخمر ينكر تحريم الربا هذا إذا كان ممن يعلم ذلك لكن لو كان جاهلا مغررا به هذا له حكم آخر ينكر عليه ويعرف ويعلم لكن إذا كان هذا ممن يعرف وممن له تأثير وممن له قول يسمع هذا بلا شك أنه يسلك سبيل المنافقين هؤلاء والله سبحانه وتعالى عراهم وفضح أحوالهم ومع ذلك كله أيها الإعواء مع كل هذا الخطر العظيم الداهن في المنافقين وفي أوصافهم وفيما ذكره الله سبحانه وتعالى من أمورهم وفيما قبحه من أفعالهم إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يغلق عليهم باب التوبة ما أغلق عليهم باب التوبة هل فيه فعل أعظم جرما أعظم جرما وأشد قبحا من فعل المنافقين لا لكن الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبة فتح لهم باب التوبة وهذا من رحمته بعباده سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النوم ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك يتوب الله عليهم فتوبة هذه ليست محجوبة يعني بابها ليس مغلقا أمام الإنسان الصادق الذي يريد النجاح ولا يغلق باب التوبة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو إذا بلغت الروح الحلقوم الإنسان الذي يغرغر في مرحلة النزء لا تفيده التوبة لا تنفاه التوبة خلاص دخل في مرحلة الآخرة لأن مرحلة النزء من مرحلة الموت والموت سبيل إلى القبر وما في القبور هذه هي مرحلة مرحلة القبور هذه مرحلة البرزخ وهذه مرحلة بين الدنيا والآخرة والآخرة فيها الحساب والجزاء لكن الذي يموت دخل في عداد أهل الآخرة مرحلة البرزخ هي من مرحلة الآخرة فباب التوبة مفتوح حتى لهؤلاء المنافقين حتى لهؤلاء المنافقين الذين لم يبق جرم ولا يوجد جرم أعظم من جرمهم الله سبحانه وتعالى فتح لهم باب التوبة لكن إذا بلغت الروح الحلقوم ودخل في مرحلة النزء انقطع باب التوبة وهذا قد قصه الله سبحانه وتعالى علينا في قصة فرعون فرعون هذا الذي بلغ أصبح مضرب المثل في الطغيان والظلم والجبروت والكفر والاعتداء على حرمات الله وعلى حق الله في الإوليهية والعبودية ما علمت لكم من إله غيري قال سنقتل أبنائهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون يا هامان بن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين كل هذا ثم بعد ذلك عندما دخل في البحر بجنوده ليقضي على موسى ومن معه الله سبحانه وتعالى أمر البحر أن ينطبق فلما أدركه الغرق خلاص أيقن بالموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الله سبحانه وتعالى يقول آل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسد لا ما في مجال للتوبة فالتوبة التوبة من كل الذنوب الكبير والصغير خل الذنوب كبيرها وصغيرها التوبة من كل الذنوب وفي كل الأحوال هي الفرج الأعظم للإنسان من ذنوبه ولإحسان عاقبته عند الله سبحانه وتعالى التوبة وعلى ذلك الإنسان عليه أن يبادر بالتوبة وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تأخير التوبة هذا لا خير فيه لا خير فيه لأنك لا تملك أمرك ولا تعلم قدرك ولا تستيقن من أجلك فلذلك عندما تؤجل تؤجل هؤلاء الذين شاع أمرهم في كثير من بلدان المسلمين يؤجلون التوبة حتى يحصل الحج قال وإذا حتى نحج شاب يفعل كل الموبقات ويرتكب كل المحرمات ويقول ما حججنا بعد ما زلنا ننتظر لكن إذا حججنا نتوب فكرة قد يخدع بها كثير من الناس لكن من الذي أعطاك اليقين أنك سيمتد عمرك حتى تحج ومن الذي أعطاك اليقين أنك إذا امتد عمرك وعزمت على الحج أنك تجد الوسيلة أنك تملك الزادة والراحلة أنه يتيسر لك الحج مريض بلغ عمرك إلى هذا المستوى أنت مريض وأنت فقير ما استطعت كنت غنيا لكنك لم تستطع فهذه من خدع الشياطين وألعيبهم على كثير من الناس يؤخرون التوبة حتى الحج وإذا حجه يقولون نتوب لكن من يضمن لكم أنكم تعيشون إلى هذا الوقت ومن يضمن لكم أنكم إذا عشتم وامتد بكم العمر أنه يتيسر لكم هذا الأمر فالبدار بالتوبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمن يحبه ويرضى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد